في عالم بلا ضمير تبدو مأساة السوريين وآخرين غيرهم بلا قيمة حين تحدد المصالح الدولية مسار قضية قل قضية السورية المجزرة التي ارتكبها النظام السوري ومن خلفه روسيا في إدلب زادت فتح جرح لم يندم الأساسا وكأنها تذكير للعالم بأنه لم يتخذ أي خطوة لإيقاف نزف الدم المستمر هناك رغم شبه هدنة معلنة تقول صحيفة فينانشل تايمز بأن قبول العالم بدخول النظام السوري للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية هو دليل آخر على نسيان الخطر الشديد الذي يواجهه السوريون من نظام يشن حربا كبيرة عليهم أكثر من ستمائة مستشفى وعيادة طبية هاجمها الأسد وحلفائه ودمروا أغلبها بينما ترحب الأمم المتحدة به عضوا في منظمة الصحة العالمية والتي تناست أيضا تشريده لأكثر من نصف سكان سوريا وتركهم يعانون رغم انتشار فيروس كورونا وجعلهم تحت رحمة المعابر الإنسانية التي تريد روسيا حاليا منع تجديد قرار وصول المساعدات من باب الهوى آخر معبر يساعد على دخول المواد الإغاثية للسوريين في شمال وشرق سوريا وبينما تتوقف ساعة الوقت هنا لا يبدو بحسب فينانشل تايمز أن العالم التعلم من الدروس الأساسية من هذه المأساة ففي الوقت الذي تتحدث الأمم المتحدة ومبعوثها لسوريا عن حل سياسي لإنهاء الأزمة يترك الأسد بدعم روسي مرة ثانية لإجراء مسرحية هزيلة لانتخابات غير نزيهة يحصل فيها على 95% لتظهر باقي الدول التي نادت بأنها صديقة للشعب السوري ضعيفة من جديد حيث لا حل كما يرى السوريون إلا بالإصرار على أن الأسد ونظامه هما بؤرة لعدم الاستقرار في المنطقة وبدون هذا التوجه ستبقى كل البدائل دموية ترجمة نانسي قنقر